دولنا أخي محمد عطيف على أنت يا شنو عزيزي إليك تغني شغا نقول لك وساما شوف والله أنا مشي شي إنسان تختار ستيل معين ولا زعما أنا أحد الإنسان ديجا قلتها كن بشي بالفيلنغ عفتراه كين أغاني دابا هندية كيسمعها لحد كعجبني أنا نغنيها واش فهمتيني تقدر تكون ما مسموعاش كنغنيها أنا كين أغاني تقيسوني من جميع الألوان الموسيقية زعما ممكن يكون رائي ممكن يكون فيزيوم يكون رائبي يكون رائبي يكون فانك يكون بلدي يكون شرقي فهمتيني ولكن يقيسني ممكن تغنيتها الشرقي ممكن غني الشرقي هاب ينسير ولكن شي يقيسني وتقدر تقدر من هنا زمان القدام تلقى اني كنغني شرقي أغنية ديالي زمان يجبوني شي ألحام في الشرقي نغنيهما شكولهم الفنانين العرب اللي أعزازين عليك اللي كتصنط لهم مرة مرة سواء عن قدام ولا اجداد صراحة كعجبني بزاف وما زي ما قال في الننا العرب تبارك الله الكاريير كيتكلم عن يوم كاريير ديانهم كيتكلم عن يوم ولكن لي كعجبني نسمع له مرة مرة وكعجبني ندخل نقلب على أغانيه وصابي الرباعي وخاما كان نغني تشيء أغنية دياله ولكن كعجبني نسمع الصوت ديالك السيد فقاش كانوا البدايات ديالك في الغناء في دار شاب انتك هتعرف هذه الفترة ديالشباب خصصا أنا الوليد كدير الإخراج المسراحي وانا صغير كديني معه دار شباب المسيرة كان بغي نوجه تحية رواد دار شباب في المغرب كامل ورواد دار شباب المسيرة في الدين تليون دار شباب كان نشوفه داري كديروا المسراح داري كيلعبوا لقيتا داري كديروا ديباند تمال الوليد كتشف أنه في غاية موقس نين ناخد شيء آلة ونشدها ونتعلم فيها ومع الوقت لقيت راسي قادر نعزف لها قيطاغ من بعد قيت راسي قادر زيما نغني مع لها قيطاغ وسائل قيت راسي كان نغني ولكن بداية اللي هي بداية كان ضمن 2016-2017 قررت أنني غنغني وعلى ذكر دار شباب المسيرة كان اللي أشرف أنني مشيت وصدرناها في إطار برنامج دي بيقاب من إنشاج ميديان تيفي هذي شي سبع سنين وست سنين شاركش فيها دجا وشاركش فيها تبارك الله عليك وشاركش فيها إيمان شميطي تبارك الله عليك بآلي فنان مدينة العيون ورجع لطيفين الكوميديا شاركش في برنامج دي بيقاب وتحييل الأطور دي لدار شباب المسيرة اللي كانت المحطة الأولى في هذه المصابقة دم أنت عندك قسم على المصابقة شاركش في برنامج دي لك شاركش في الموايب 3 و 4 أنا أي حاجة كانت فعل موسيقى دي لك ساعة أنا قدر نمشي لها مصابقة في العيون أي حاجة فعل موسيقى أو خمشي غنتفرج غدي نمشي أخا ولكن ما كتخافش أنك تولي مقيد في هذه المسلسل دي المصابقات اكتشاف الموايب فقط وي أفهمتك سؤال وار أنا كنظن أنه محمد عاطف هنا غدي حبص المحطة دي السلسلات الضرامج باكتشاف الموايب أيا من عندك ديريكت كنظن أنه دا بكينا واحد لباسا نعاول عليها باس دير واحد الجمهور كيتب بعناتا نبغي أن نوجه له التحية من هنا من خلال كلام دياله بيهل لنا أنه خاصنا نبدأه خاصنا نبدأه ديريكت وكنظن أنه محمد عاطف مستعد شيئاً ما لأنه يبدأ كاريير بخوفيسيونيل إن شاء الله ويخرج أعمال دياله وانسأليه السلسلة للبرامج